آخر عن قوت بتاعت النقاء الدكتورة أميرة شعبام غنم عبدالبي عاملة إيه؟ الحمد لله أخبارك إيه؟ الحمد لله أحكي لي بقى الحدوثة بتاعتك يا دكتورة أولاً مسائل خير على حضرتك وعلى السيدة المشاهدين الحقيقة أنه جات فرص كتير جداً أنا أطلع بس أول ما عرفت أن أنا هاجف هشارك يعني في حلقة حضرتك عرفت أن فيه كتير جداً ألاف من المشاهدين بيتابعونا فأنا أصلاً كان التارجد بتاعي من الأول خالص فعلاً بجد هي المساعدة فأنا بس لأواحد من الألاف اللي بيسمعونا دلوقتي هيتشجع أو هيحس بإلهام أو هيحس أن فيه أمل بس من القصة فأنا بجد هكذا يعني هيكون حققت حاجة كبيرة جداً نورتنا ده أولاً شكراً ومبسوط أن تجيت لنا شكراً أحكيي بقى المشوار بتاعك مبدئياً أنا كنت سقطة قيد ما كانش عندي أصلاً شهادة ميلاد لحد بقى ما جاء سني كان فيه مشاكل معينة يعني حتى كان اختلافي حتى عن أخواتي فجاء بقى وقت الدخولي للمدرسة ما كانش فيه شهادة ميلاد فدخلت بقى كان فيه حاجة اسمها الفاصل الواحد فدخلت فيه فدخلت فيه بقى عادت فيه الحاد ستة ابتدائي ده كان بدون شهادة ميلاد فجيت أسنن جيت أعملت أسنين الدكتورة سننيتني أكبر من سني بخمس سنين بحكم يعني أن أريافة هيجوزوا كده يعني فطبعاً دي حطيتني في مشكلة أن أنا أكون منازل في عدادي وسنوي يعني هتحرم المدارس طول عمري تقريباً فقعدت ذاكرت الثلاث سنين عدادي في البيت والحمد لله تلعت قولة ساعتها على المدرسة وتم تكريمي وبس كان منازل يعني ده أصلاً كان فيه عامل نفسي كان متضهور جداً كطفلة ساعتها كان نفسي بجد أكون زي زميل عايزة روح المدرسة أولي بالمدرسة أيوة وبعمل كل حاجة وبكتهد ما فيش أي حاجة تمنعني معين الظروف دي كانت خارجة عن إرادتي أساساً فجيت بقى في سنوي برضو كان نفس الموال إن هو منازل فدي برضو كملت المشوار مع نفسي خالص ويعني قلت إن لازم حقق أي حاجة لإن بجد أهلي يستهلوا أي حاجة يستهلوا كل خير بجد عشان هما بجد كل الأهالي بتتعب مع أهلها لو بيطعبوا بس مرة فهم تتعبوا معنا كتير جداً